ملياردرات ومفلسون تحت هذا العنوان تحدثت صحيفة فينانشل تايمز عن التناقض التي تعيشه مدينة طرابلوس شمال لبنان فثاني أكبر المدن اللبنانية تعيش حالة من اللامساوات فهي تزداد انزلاقا في هوة الفقر ما يجعلها من أفقر مدن البحر الأبيض المتوسط فيما يعيش فيها أثرى أثرياء لبنان وبحسب الصحيفة فإن طرابلوس هي مدينة اثنين من أكبر أثرياء لبنان وهما رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاطي وشقيقه الذين ركموا ثروتهما في الخارج بقطاع الاتصالات طرابلوس الفيحاء تعد مدينة التناقضات فوجود أكبر رجال الأعمال فيها لم ينتشلها من عتمة الفقر حتى مع وجود عدد من الجمعيات الخيرية فيها الوضع الاقتصادي الصعب الذي يخيم على المدينة حتى ما على أبناء طرابلوس اختيار قوارب الموت بدلا من الفقر فهم لم يخافوا من فيروس كورونا بقدر خوفهم من ازياد وضعهم المعيشي سوءا فلبنان وفق التقرير لديه أعلى كثافة في الثروة وأكبر كثافة في أصحاب المليارات في العالم فيما يأتي في المرتبة الثانية في مؤشر جيني لعدم المساواة بعد السعودية الصحيفة اعتبرت أنه لا يوجد مكان يعبر عن الظلم الاجتماعي وعدم المساواة مثل مدينة طرابلوس حيث تختفي المباني الجميلة وسط الأحياء المتهدمة مشيرة إلى أن المدينة تعاني من بطء في التجارة وصعوبة في تقديم البلدية خدمتها للسكان نظرا للصعوبات المالية لم يشفع لهذه المدينة إرثها الحضري والتاريخي لتكون منارة المتوسط ورمزا لحضارته فهي بحسب التقرير تعاني من وضعا اجتماعي وقصادي صعبين منذ ما قبل الأزمة الحالية ترجمة نانسي قنقر